هلو سهلو مساء الخير انتشر خلال الفترة الماضية تقريبا اليومين الماضيات انه في بعض الحسابات في الواتساب تم اختراقها طبعا ما يقدر يدخل الى الواتساب كذا من يعني لله في الله لابد انه يكون مرسلك رابط ومنها الرابط هذا انت دخلته وما ارسل كود او شيء مثل ما شفتوبها الصور الماضية السنابات الجاية حنا اللي علينا انه كيف نحمي حساباتنا بغض النظر عن انه فيه اخبار عن اختراقات او ما اختراقات هذه خطوات احترازية لابد ان الكل يسويها اتبع الشرح الجاي اول شي تسويه بعد ما تدخل على الواتساب تروح على الاعدادات تضغط على الاعدادات الموجودة تحت على اليسار اول حاجة تدخل على واتس الويب وتشوف هل في احد مرتبط معك هنا او لا اذا في احد راح تظهر لك اسماء الاجهزة واخر دخول له اذا طلع لك هذا شكل بالشكل هذا بالكود هذا فانه ما في احد مرتبط معك في الواتساب من خلال اي تطبيق من التطبيقات او من خلال الواتس ويب اما الخطوة الثانية اللي لا بد انك تسويها تدخل على الحساب بعدين تتحقق بخطوتين بعدين هنا بيجيك هذا غير مفاعل تضغط على تمكين بالشكل هذا وتحط لك اي رقم سري انت به مو بشرط يكون الرقم السري هذا زي رقم السري حق رمز الدخول ممكن يكون رقم سري جديد المهم انك تكون حافظة والخطوة التالية بعد موضوع رمز التعريف تدخل ايميل ويكون ايميل صالح لك وممكن انك تقدر تدخل للايميل هذا يعني ما يكون ايميل وهمي بعد كذا تحط على التالي وتكرر الايميل مرة ثانية وتحط على تم بالشكل هذا انت فعلت التحقق بخطوتين لحسابك بالواتساب طيب وش الفائدة من الخطوة هذه الفائدة من الخطوة هذه انه لو اي شخص قدر يصل الى رمز التحقق اللي يرسل الى جوالك او دخل على الواتساب من خلال خدمة الواتسويب ما يقدر يستخدم التطبيق الا بعد ما يدخل الرقم التعريف اللي انت ادخلته فبالتالي بيكون حسابك محمي بشكل اكبر من السابق اتمنى ان شاء الله ان الطريقة هذه تفيد الجميع وتحياتي لكم اشتركوا في القناة